من ضمن أهم الأسباب اللي كتخلي الأفكار السلبية كتحضر والمشاعر السلبية كتحضر معها هو الروتين الروتين مقصود به هو أنه روتين سيء وليس روتين جيد هناك عادات ممكن أن الإنسان يمارسها دائما وتكون لها فائدة مثلا لو كان ممارسة دي الرياضة منتظمة رياضة ولو رياضة المشي تأمل مثلا تنفس عميق هذه من الأمور اللي نقدر نسميها روتينية أو العادات هي ممارسة فيها لكنها مفيدة هناك نتكلم على الروتين السيء بمعنى أنه تكون فيه بعض الأمور وليست فيه أمور أخرى فيه بعض الأمور اللي هي مثلا قيم بعض المسؤوليات أو لا أحيانا تكون فيه واحد الممارسة اللي هي سيء أو مسيء للدات مثلا عدم انتظام ساعة الأكل عدم انتظام النوم أو مثلا انفعالات معينة هذه حتى هي كدخل في واحد النمط دي الروتين اللي هو تكون مسيء للإنسان فإذن الروتين يقتل كنت سمعوا هذا الأمر هذا الروتين بمعنى أنه الإنسان يجعل من حياته كلها أنه يمشي العمل ويجي من العمل ويقوم فقط بأشغال وتيحسب نفسه بأنه تقوم بها هو منهك القوة أو التي يقوم بها هو ما مرتاح شيء يقوم بها لدرجة أنه تحسب نفسه أنه ما بقاش مرتاح هنا يتوقف الإنسان ويحاول يجدد حياته ويحاول يجدد هذا الروتين هذا يحاول ما أمكن يقول شنخص ندخل على حياتي لأجل أنه انتفاد هذا الروتين الممل أو للقاتل للنفس والجالب للأفكار السلبية الروتين بمعنى أنه تبقى إنسان يمارس شيء ويعيده كما هو في نفس اليوم في الأيام كلها كما هو في نفس اليوم هذا بطبع الحل لمصححش الإنسان هذا الأمر هذا فإنه يضر به وتيجلب له أفكار سلبية تجلب له أفكار سلبية على ذاته على الآخر على حتى ديك المبارسة اللي سيما برسها مثلا ناس اللي كيف ما قلنا عندهم عمل مسؤولية البيت مسؤولية الأسرة عمل مسؤولية البيت مسؤولية الأسرة بدون أمور اللي هي فيها ترفيه هي مثلا نفسه بدون وحد الخلق من التواصل مع الذاته مع الآخر جيد بدون وحد نوع من الإدخال الفرحة وسعادة إلى القلب دياله والقلب الآخرين فهنايا لا شك أنه تيحس بنفسه أنه سينهار يوما بعد يوم أو لا غيوصل لدرجة الملل حتى غيولي في استحضر أفكار اللي هي ليست من الحقيقة تيحس بنفسه بأنه عاجز تيحس بنفسه بأنه الحياة مميلة تيحس بنفسه بأنه ما كينش فائدة من الحياة والحياة غير جميلة والأشخاص كلهم كذلك غير جيدين وسيئين إذن هناك تفقد تدخل الأفكار قد ما بدنا الروتين للحياة قد ما بدنا نمط الحياة قد ما يكون الأمور تكون أفيد وأحسن وأريح لنا